بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي شرح وتوضيح كيفية إنشاء ووضع وترتيب جدول مراجعة للامتحانات الوزارية النهائية البكالورية وتنظيم الوقت وبالإضافة رح أخلي لكم جدول نموذج تنزلوه وتحملوه لكم أو تستنسخوه ومفكرة تنظم لك وقتك وحياتك مدة سنة كاملة إن شاء الله شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم تجيعكم دعواتكم طيبة تعليقاتكم الحلوة المحافظة المشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشره والدال على الخير كافة عليه شكرا خاصة لأبطالنا ومتابعينا اللي دايعلقونا بتعليقات كثيرة ودايشجعونا ودايحفزونا ودايستفادون هم وداييرفعون راسنا بنتائجهم وداي نفرح بيهم اتا حبيبي جيتنا مشترك جديد فادخل القناة اشترك بها فعل الجرس ادخل على قوام التشغيل أنصحك ومن خلالها اذا تريد مال سادس ابتدائي منهج كامل ادخل على قام التشغيل انجليز سادس ابتدائي جديد تريد اول متوسط فادخل على انجليزي اول متوسط ومنهج كامل من البداية النهاية من الغلاف للغلاف تريد بس مثل ما هسا دا نشرح بهالفترة مراجع مركز 2020 لسادس ابتدائي يومي دا نزلهم فيديو يساعدهم بفترة مراجعتهم تريد بس مرخصات واسئلة وزارية لسادس ابتدائي تريد كورسات مال اول متوسط كلها موجودة ادخل على قام التشغيل والت راح تلقاها وتستفاد من علها ان شاء الله الفيديو ماتنا راح نبديه بسم الله اللي هو عبارة عن راح نشوفكم ونعلمكم على نموذج يساووه حتى يترتب جدولك للمراجعة نموذج جدول مراجعة جدول التوقيتات شوك تأدرس شوك ترتاح ان شاء الله هذا تلتزم بي وصدق تنظم حياتك راح تقدر تحقق 100 درجة ان شاء الله تضمنها شرح توضيح كيفية تنظيم الوقت وترتيب المواد والدروس للمذاكرة والدراسة بطريقة سهلة وبسيطة علقونا بتعليقات كثيرة في سبيل تدعم القناة وتوصل الفيديو الاكبر على عدد ممكن هذا الفيديو يوضح لك نموذج جدول المراجعة وكيفية تنظيم الوقت ونجاحك باذن الله اذا تلتزم راح يكون مضمون ان شاء الله تعالى السلسلة ادخلوا عليها ما القوام تشغيل سلسلة جديدة سوانا نقول لكم عليها مراجعة مركزة لان هاي كلها الفترة تخصها وتعود لها مراجعة مركزة انجليزي سادس ابتدائي وزاري فوتوا عليها تستفادون حتى اوكي وهذا الملف من اكمل شرحها راح نشركم اياه احنا نحد الان حد تاريخ نشر هذا الفيديو ما نشرون جدول للمتحان الوزاري هذا الجدول ما للعام داشوفكم اياه لان راح نحتاج نسولف به كترتيب الامتحانات راح دائما تكون الاسلامية اول شي ثاني امتحان عربي ثالث امتحان انجليزي رابع امتحان رياضيات خامس امتحان علوم سادس امتحان اجتماعيات اوكي اهل التركمانية يعدهم بعض لغة تركمانية اخر شي اهل التعليم المسرع نفس تقريب نفس جدولكم بس ليش تضارب لك عليها اكسلين هذا الجدول ما للعام اذا تدخل على الفيديوهات ماتي انا نشره ما للعام الجدول ما للعام 2018 2019 هذا فمو واحد يجي يقول هذا نزل الجدول لا هذا مو جدول هذا ما للعام وكان يبدأ 14.5 هسه انا رح نزل لك يا الفيديو 14.4 واريد الجدول ما تكيب دي 15.4 على اعتبار احتمال نفس الموعد يصير ولو هي عندنا ازمة بهالبلد فراح يتأجل الموعد اكيد رح يتأجل بس اذا صار نفس الموعد فانت رح تضبط رح حطيك الجدول تقدر تضبط من خلاله امورك وتكون مستعد رح نسوي جدول يوصلنا لهذا اليوم احنا جاهزين رح نسوي جدول يوصلنا اذا يعني زحفوا الجدول و اجله و الامتحانات اوكي فهاي شكل و نموذج جدول هذا الفيديو الان شن اتناشره بوقت اجهز قدم وصل اه حلو مشاهداته و التعليقاته و لايكاتكم الحلوة ليس ان الذكره زيان بعد احنا بهاللحظة بهالفترة اتوا بعد منهجكم ما رايدي منعدكم منهج كامل قلصوا المواد ونزلت لكم الفيديو وشفتوا وعرفتوا وش صار من تقليص مواد ودخول شامل وحذف ودمج للمواد وخصوصا نحن نحكيو اياكم كسادة سبتدائي المواد الغير مطلوبة في الامتحان النهاي المحذوفة اللي ما تقراها شنية من القرآن الكريم التربية الإسلامية من الفصل الرابع الى نهاية الكتاب ما مطلوب ما تقرا قواعد اللغة العربية من موضوع المثنى ويعرابه الى نهاية الكتاب ما مطلوب ما تقرا هي غالبا مواضيع ما لنصف السنة الثاني الكورس الثاني يعني ما بعد نصف السنة اغلب هالمواضيع اللغة الإنجليزية من الوحدة الخامسة من يونت 5 من صفحة 58 بالكتاب الملون الى نهاية الكتاب كلها ما مطلوبة وعلى صفحات القاموس اللي هي تكون صفحة 110 بالكتاب النهاية هما مطلوبة وشرحت لكم الفيديو السابق قلت لكم شون القاموس ارجعوا له الرياضيات من فصل السادس زائد تمارين الى نهاية الكتاب كلها ما مطلوب والرياضيات بعد مال مدارس التجربة اكو مدارس خلولهم المنهج الجديد لانه رح يتغير سنة اللخ المنهج الجديد بمدارس التجربة كلان سئلوا يعني شين مدارس التجربة المنهج داي يتغير مال انجليز تذكرون شون تغير سلسلة الرياضيات ايضا داي يتغير سلسلة كل سنة داي يصعد ويا مرحلة اكو مدارس داي يسون بها تجربة في محافظات اخرى ومدارس خاصة يعني داي يجربون بها فداي يطهم المنهج ويجربوا عليهم نجحوا بي استفادوا من عنده تعلموا صدق اوكي المنهج زيان فيطبقوا عليكم منهج في شلعدهم ما يطبقوا بس هو داي ينجح هناك فرح يطبقوا يومكم المهم يعني رح يجيكم سنتلق منهج جديد اللي رح يجي سنتلق جديد انتم ان شاء الله كلكم تنجحون تخلصوا منه فهذا اليهن المدارس ايش بي يقول لك من فصل السابع للنهاية ما مطلوب زيان والعلوم من الوحدة الرابعة الى نهاية الكتاب ما مطلوب الاجتماعيات الوحدة الثانية وهذا هو القراءة الصفحات المطلوبة اللي هي بيها المطلوبة داي يقول لك شوف المطلوبة هاي احنا نحكي قواعد هنا قراءة لنقراءة بها صفحات محفوظة وكذا المطلوبة فقط هي 12 و 24 و 36 و 68 و 83 و 116 البقية حذف وهذا سوناه فيديو خاص اصلا هاي شي زايدة يعني قمت سولف بي المهم هسا جينا للمراجعة اول شي خلي ببالك انه انت المفروض هذا الفيديو تاخذه كنموذج للاطلاع تحب تلتزم وبنفس اللي انا مسوي الجدول اوكي تريد من عندك تسوي جدول يكون افضل انا برأيه انت تنظم وقتك بالمناسب اليك وتسوي جدول مراجعة يناسب يعني الدروس اللي محتاج بيها حسب انا اعتقد اما تسوي اما انت تبدي بالجدول ماتك من ترتب وتسوي عكس الجدول ما الامتحان بالمتحانات تتذكرون شوفتكم الجدول بعد اسلامية عربي انجليز رياضيات علوم اما اتسوي مثل ما هذا عكس الجدول انه بديت اجتماعيات علوم رياضيات انجليز عربي واسلامية حتى يكون مستعد للليل الامتحان اما اتسوي بهاي الطريقة عكس الجدول عكس الجدول الامتحاني او اتسوي بطريقة انه المواد الصعبة اللي مضابطها اللي عدك بها نقص اللي مو زيان بها تبدي بيها او اكو مثلا مادة شينت ما فهمها فقيت سدعوفها بعدين ارجع لها اكو مادة شينت ما ضابطها زيان قلت بعدين اجيها هاي على هالط طريقة فاقصد بها تريد تسوي انه تبدي بالمواد الصعبات عليك المواد اللي تشوف نفسك مضابطهم زيان المواد اللي تحتاج تركيز وعادة ومراجعة فتريد تخليهم هنا بالبداية حتى تسيطر عليها وبعدين تجي على السهلات لما سيطر عليها تخليهم بالنهاية براحتك او بتبدي مثل هالطريقة انه عكس الجدول مو اول درس اسلامية رح نخلي اخر درس هاي المراجعة الاولى اللي هي بطيئة اللي هي بتفصيل الممل تقرأ ورقة ورقة صفحة صفحة كلمة كلمة فصل فصل كل شي تقراهن لمدة 30 يوم انا اقترح عليك انت تريد تكثر المدة تريد تقلل المدة هاي تعتمد عليك هذا نموذج بس ومدة شهر رح تكون نبدي من باتش ان شاء الله من يوم 15 4 أول درس قلت لك رح تخلي التسلسل المادة رح نخليها اجتماعيات المدة ما لتها شقد اقراها انا اقتراحت انه خمس ايام انت تشوف الاجتماعيات حاطين مادة كثيرة لان هواي كده يعترضون ان يقولون مادتها كثيرة بل يقلصو لكم بعد ما اجا قرار بل ثمانة ايام كيفك وتقلل من غير درس تشوف نفسك مثلا اسلامية تقول مسيطرة مثلا اكو يقول اسلامية يوما كلش زايد علي فقط الايام للاجتماعيات مال اسلامية العلوم ولو يعني زين بس هو مادة فهمية درخية بس الاجتماعيات لانه درخية وبيها معلومات تقريبا متشابهة محافظات وكذا فاكو ديعانون من عدها اتا بعدها اتا تتحكم بي مو الا ملزم هذا نموذج تريد تكثر الايام تريد تقلل تريد اقتراح اخر انه بنفس اليوم تقرأ بي عدة مواد اهم براحتك يعني مثلا تحفظ شوية تحفظ لك ساعتين اجتماعيات وراها تحفظ لك مثلا او وتحلك مسألتين بالرياضيات وراها مثلا تراجع الانشاء وانجيز مثلا وثاني يوم غير شي ثاني يوم على هالترتيب بكيفك المهم هستخل ناخذ هاي الفكرة انه على هذا الجدول خليش رحل كياح حتى تتعلم له هاي مراجعة بطيئة اولى بالتفصيل انه اجتماعيات رح يصير خمس ايام تبديها من 15 4 باتشر الحد يوم 20 4 تنتهي العلوم خمس ايام من يوم 20 يوم 25 رياضيات خمس ايام من يوم 25 اروح لل 30 34 هستخدامي بنص شهر هاي بسبوع خلص اللغة انجليزية وصلنا خمس ايام من يوم 30 اليوم 5 5 34 5 5 هذني الانجليزي نص الكتاب ما طلوب من عندك اللغة العربية خمس ايام من يوم 5 5 اليوم 10 5 اسلامية خمس ايام من يوم 10 5 اليوم 15 5 5 احنا اعتبار جهزنا اذا اذا الامتحانات نفس موعدها فالهي جاهز ومستعيد ومتهيئ اذا زحفوها واخروها وطولة المدة مال هاي الازمة والعطلماتها فالت اش راح يسوي راح يسوي مراجعة ثانية اللي هي سريعة ومركزة بيها المهمات الوزاريات تتأكد مو بعد مو تقرأ صفحة صفحة وكلش من بيئن الاسطر صح نوبات اكو سنين من السنوات يجبون بين الاسطر بالمراجعة الثانية المركزة السريعة مع المهمات الوزاريات ما يحتاج هالقد تتركد تروح بس مثلا تدور مثلا بس بالانجليزي يعرف مثلا بالانجليزي تفوت يونت وان تطلع بس أفراد العائلة تطلع الوظائف تطلع عماكن العمل القطع قطعة هان وفرح وقطعة روتين عائلة وسام وقطعة الويتار ولي انشاء يونت وان خلص ضبط يونت وان انتهي تروح على يونت 2 وهكذا الاشياء المهمات بس مو كل قصة مثلا شو شنو هاي القصة بنهاية اليونت مثلا بعد تفاصيل وكذا وتمارين زايدة اكو مال هندعي تعوف هاي الفكرة يعني تركز بس على المهمات الوزاريات ورح ننشر لكم انشاء الله نماذج اسئلة فتابعونا زين المراجعة خلي نقول تقدمت الفترة فرح تراجع التفترة أخرى مراجعة جيدة ايضا 30 يوم على نفس الترتيب هماتين لكل مادة 5 يام تريد تقلل هاي سهل كل مادة يوم بعد الت وشطارتك انت واستيعابك تريد تكثر هي تعتمد على الفترة ما وقت ينزل الجدول وان انشاء الله امنزلكم الجدول بس ينزل انشاء الله يعني اكو تعليقات حلو يقول نحن ناخذ الاخبار الموثوقة منك الحمد لله الذي وفقنا لهذه يعني انه قد منكم كل خبر موثوق وصحيح وتعتمدون عليه فمثلا خلي نقول صارت فترة مطولة فرح تراجع زيان اكو طالب يقول اقول انا استاذ انا رح امل اعيد 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 انا ضابط هاي المادة ما نصف السنة ما قبل نصف السنة قاريها من بداية السنة اكو قاري من العطلة وقرأتها ويا المدرسة ومتحنت بيها يعني هسه راجع امراجع او لا وارجع راجع امراجع ثانية اذا اتش رح يسوي خفف عليك بالمراجعة مراجعة الاولى ضبطناها بالمراجعة الثانية رح شوي احتمال يصعد دكم لالف شوي يسوي لك وقت ترفيه راوس بيانات قلل عليهم بس من تترك ترى تنسى لا تترك دير بوالك تترك راجع يوميا حتى لو تقلل بس لا تترك ولا تعوف الدراسة ترى تنسى على اقل شي يعني اقرأ بس اذا هاي اخذ شوي يعني هدئ نفسك المهم خلي نقول رح تقرأ من يوم 15 اليوم 20 25 25 25 وكذا تشوفوا راح يبدي من يوم 15 5 أنتهي 15 6 مدة شهار تريد ترتب مثل ما قلت لك من عكس الجدول البكالورية تسوي جدولك مثل هذا او تبدي من الصعبات بالنسبة اليك التشين الصعب تخلي اول شي على ما تخلص منه او تريد تبدي من السهلات فهذا الشي يعود اليك زيان هسه راح تقول لي انا اريد اعرف التوقيت ما الدراسة هسه كجدول نموذج جدول للمواد اتعلمت هسه اريد نموذج توقيت اوقت يومي من ساعة بيش اقرأ ساعة بيش اقرأ اش وقت استراح اهنان حطيت لك نموذج توقيت مال اعدادية ومتوسطة مال طلاب تريد مية تريد معدل نماذج توقيت دراسة كثيرة انت كطالب ابتدائية تقدر تقلل هاي الفترة اذا ناوي على متميزين وتريد الا مية المفروض تلتزم بيها او تقلل شوية اذا تكثر يكون افضل بس اذا شعرت بالملل لا تضغط على نفسك حاول شوية ترفه والاهل هم شوية تعاون اي ابنائكم وهاي الحالة مال اكو اكو اباء يضربون وصندوا ومدري شنو وهاي ما حلوة يعني هاي ان شاء الله تنترك هاي الحالة احنا نريد تعاون وبناء جيل واعي ومثقف وهو يعني هو من ذاته هو يهتم بنفسه ان شاء الله صح اكو اكو طلاب شوية يحتاج لهم بس هم ان شاء الله كلهم ابطال وراح يلتزمون بهاي النصائح ويحققون نتائج تفرحنا كلنا خلنا نجي نسولف بهذا النموذج مال توقيت هذا النموذج مال الدراسة ان مدة الدراسة باليوم الواحد راح تكون ثمان ساعات هذا من الناس يشمل الكل احتمال حضرتك طالب بس مو طالب من طلاب الصغار انت طالب خارجي انت كبير بالعمر وما مرة عليك هاي الفكرة فهاي هم هاتين راح يفيدك او حتى لو طالب من غير مراحل متوسط وعدادية هم يقدر ياخذ فكرة عن ذني هو يعتبر الشامل بس انا اكثر شي دا ركز على الطلاب ما سادس لانه يعني مستمر وياهم ما رد عوفهم اذن راح تبدي التوقيت ماتك اللي ها بالمناسبة اكو نوعتي من الطلاب اكو طلاب يحب يحب التوقيت ما الدراسة يكون من الصبح يحب يدرس صباحا وينام مساءا من جماعة الدراسة الصباحية هذا راح يفيده بالدراسة المسائية بالعكس يحب ينام بالصباح ويدرس بالليل صح هي الدراسات والعلم وكذا يقولون انه الافضل تقعد من الصباح وتدرس من الصباح ونوم تليل تفيدك وتحافظ على النمواتك صح بس اكو يعني براحتك تريد تريد تغير هذي الفكرة وانه تنام الصباح وتدرس بالليل بعدها اتا اهلك لان انت كخنقول عمرك صغير فتلازم تتناقش بها ويا اهلك بس الطلاب الكبار يقدر هو اصلا يعتمد على نفسه ويقدر هو يختار الوقت مناسب الى هسا اذا نحتي احنا على الطلاب اللي راح يلتزم هو واهله ويتعاونون سويا ويقعد من الصباح الدراسة الصباحية فرح تقعد من الساعة الستة الصباح للساعة الثمانية الصباح تقعد تقرأ هاي بعدك بس شربت مي وحركت شوية جسمك سويت لك رياضة شوية حركات بسيطة كأن ماهي تقمز عشر قمزات شوية تحرك جسمك وتحرك يديناتك رجيناتك حركات بسيطة شربت مي فد قلاس مي عريق وابدي ادروس توكل على الله قول بسم الله رحمن الرحيم وابدي من الساعة ستة لساعة ثمانية وراها من الثمانية للتسعة رح تفطر فطور يعني ريوق تاكل أكل صحي وكلك تفاحة قبل ما تبدي تفاحة عريق وخاشوقة عسل وحبة سودة وزبيب وجوز ذني في دنك وينشط عند دماغك زيان يابه والريوق ماتنا العادي بيضة وحليب وخبزة صمونة دبيس مربى ذني يسوالف بعد هين ما أهلك يعرفون شون يرتبون ذني الريوق الصحي مالاتنا زيان وراها من التسعة للدعش رح ترجع تدرس التزم بحيث إذا ردس شوية يعني تعديت ع الوقت فعوض من غير شي يعني إذا مثلا بالفطور تجاوزت شوية مثلا تسعة وربع يلا جيت فدعش شو ربع يلا تعو في الدراسة هي شي يعني خلي التزام عندك كون شوية صارم مع نفسك على مد تحقق النتيجة المطلوبة فمن التسعة للدعش رح ترجع تدرس ساعتي درست ساعتي تريقت ساعة رجعت تدرس ساعتي ستقول لي أنا بخمس دقائق كامل رجعت شوية علي كيفك وهي متين هي رح تعتبر استراحة تريد هاي الساعة تاكل بيها تتحرك بيها تلعب شوية بيها بس مو لعب نو بين السيك مو نو بتفتح بوب جي وما رح شوية وهاي لا هذي اللعب شوية عوف يعني لعب لعبة مثلا يعني هي تحرك مثلا شوف لك مثلا فد فيديو تريد تتابعني شوية عاليوتيوب أو فد فيديو ترفيه عوف وذاني مثلا فيديواتي مترفيه يعني التعليمية مثلا فد فيديو ترفيه بس مو فد سلسلة مو مسلسلة وظل فكرك ها اش راح يصير من احداث وش راح يقولون وش راح يصون وظل تفكير وهاي الأشياء اقطعها شوف لك مثلا تحدي مع الأكل وهاي مثلا مثلا نتيجة مع الطوبة مثلا فد شي هي ولا هي هيا الظروف هي كلها حجر الصحي وكلها قاعد اليوتي المهم تابع فد شي ما يظل فكرة كوية تشوف هاي شي بلاحظ وتروح تنساه مو تظل تفكر بهذا الشي شفته ورا درست من التسعة للدعش ارجع من الدعش للثنتين استراحة شغل بها تساعد لك بشي او اذا تقنى شخص كبير فأتى عندك التزامات ما عندك شي تقدر تستراح وتتغدى وتصلي وتأكل اوكي تريد تاخذ لك قيلولة استراحة يعني نومة خفيفة نومة الظهرية ورا من الثنتين لأربعة ترجع دراسة من الأربعة للخمسة استراحة من الخمسة للسبعة دراسة ومن السبعة للستة ثاني يوم رح يكون نوم بين ما تنام تهي شوية ارتاح وكذا هاي التقسيم اليومي ما غير هذان طبعا نموذج تشان المنشورات وعال انترنت واني رتبتلكم حتى شوية يفيدكم بها هذا هم النموذج يريدك تدرس 8 ساعات هذا يريد يعلمنا أيام العادية وأيام شهر رمضان بالأيام العادية تقعد من التسعة الصبح لل 12 الظهر تدرس 3 ساعات فجرة وراها من 12 لل 3 استراحة تاخذ بين صلاة وغدا ونوم اذا تريد تنام لك فتساعتين او كذا من الثلاث الظهر لل 5 العصر دراسة هذا نموذج اخر اللي ما يحب هذا اكو بعض نموذج لاخ واللي يريد هو من عنده يرتب الروح في النموذج بكيفك اتا مو ملزم بهم بس اتطيك فكرة حتى تتفكر وترتب على اساسها وراها رجعت تدرس لك ساعتين تاخذ من الخمسة لثمانية استراحة اللي هي راح يصير استراحة اذا تريد شوية تطلع تتمشي بس مو برق نحن ستخلي بالبيت بهاي الازمة يعني مثلا تروح من هاي الغرفة لهاي الغرفة شوف اهلك شوية تحاشي هم هاي في حال تتعتمد عن نفسك تدرس بوحدك اذا اهلك اصلا يدرس ف اوكي من ثمانية ونص الى الدعش ونص رح يكون دراسة ثلاث ساعات وراها من وملتهين والتيم مالتنا وراح نسوي هاي ظل تفكر بيها وظل تخطط للعبة فما لديك فتش تفكر بي وتخطط له هاي كفت شي بس يتش شوية يريح دماغك اكو العاب ذات تريد هي العاب فكرية العاب دماغية تنشط الذاك رماتك وبنفس الوقت ما ما تخلي تشغل بها بعدين من 12 بالليل لثمانية الصبح هذا قلنا توقيت اخر انت راح تنام وترتاح و يعني شوية تعوف الدراسة اذا جيانا شهر رمضان راح تكون دراستك شون دراستك بهذا الجدول يقول انه من بعد الفطور تفطر وتكمل وترتاح وراها راح يبدي دراستك من الدعش بالليل للثنتين الصبح حلو يعني الثنتين بالليل دا ينقصد بيها اجا وقت السحور بالثنتين بالليل راح تجي تسحر وتصلي بعدين وترجع تقرأ اوكي تقرأ لك هنفة ساعتين بعدين تنام حلو وراها يجي الفطور يعني تقعد حتى تفطر وهكذا ترتب الجدول باللي ناسبك هذا نظام ثمان ساعات جدول اخر دراسة بالايام العادية دراسة بشهر رمضان ايام العادية تقعد ستة الصبح لثمانية الصبح دراسة من الثمانية للعشرة ساعتين تكشوف فطور من الدعش للثنتين هاي ثلاث ساعات راح ترجع تدرس من الثنتين للاربعة ساعتين تستراح يعني الاستراح نقصد بها انه تصلي تتغدى تلعب شوية عادي صير مو معناها ممنوع اللعب بس قلت لك لعبات ما تاخد دماغك ما تاخد تفكيرك لعبات يعني تنساها بسرعة مو تظل تفكر بيها وتخطط لها من الاربعة للستة تدرس من الستة للسبعة ترتاح من السبعة للتسعة تدرس وراها من التسعة يعني فوق اثنان بعد ها هي هذا الجدول ما شهر رمضان الساعة التساطعش ينقصد بها ينقصد بها من السبعة السبعة اللي هي بالليل يعني ورا ما تفطر ورا ما فطرت أبدي أدرس الحد ساعة ثنين وعشرين الساعة ثنين وعشرين ينقصد بها يعني ساعة بالعشرة بالليل فمن السبعة للعشرة بالليل هيا رح تدرس لك ثلاث ساعات من العشرة للدعش بالليل رح ترتاح لك ساعة من الثمع عش للتلافة بالليل الفجرية الصبحية هاي ترجع تدرس من الثلاثة للستة صار وقت السحور والصلاة وكذا من الستة للتسعة الصبح ترجع تدرس ستة صبح للتسعة الصبح وراها من العشرة الصبح للستة العصر هاي رح تكون انت نايم هاي قلت لك أهل أهل الدراسة الليلية أكون الطلاب مو بس عالم شهر نظان هو أصلا نظامة يحب يدرس هيتشي بالليل يعني يقعد هاي الفترة بالليل أهل نايمين وهو حتى يركز ما يصير هوسة يقول مثلا ببيتنا نحن هوا أفراد يعني يتحركون ويسولفون واني ما أركز فيدرس بالفترة المسائية يدرس بالليل هما نايمين هو يدرس هما يقعدون هو ينام هي تشي يعكسها فالتهايبين تقعد لحق على صلاتك لأنه فاتتك الصلاة ما بظهره عصر هاي وكملها واتهيئ بينما يجي الفطور من الستة لحد السبعة انتهايه رح يكون فطور تفطور وفوقها ورا الفطور ارتاح شوية وروح على دراستك هذا التقسيم آخر ذاك التقسيم كان عبارة عن تسع ساعات هذا التقسيم دعش ساعة يريدك دراسة دراسة منذ الدراسة مال هذا دعش ساعة هذا الجدول بس دراسة رح تكون على مراحل خلي نشوفها الاستيقاظ تقعد تقسيم الوقت هذا الاستيقاظ ماتت القعدة يعني من الصبح سبعة صباحا هذا أهل الدراسة الصباحية استراحة ثلاثين دقيقة سوري قعدت الساعة سبعة الصبح دراسة من الثمانية للعشرة تستراح لك نص ساعة ترجع تدرس من العشرة ونص للثمعيش ساعة ونص وراها تأخذ لك استراحة ساعتي اش تضمن صلاة وغدا وقيلولة يعني نومة نومة الظهرية تاليها من الثنتين للأربعة ساعتين دراسة تاليها نص ساعة استراحة تاليها دراسة من الأربعة ونص للستة ونص تاليها استراحة ستين دقيقة يعني ساعة كاملة تاليها الدراسة من السبعة ونص للتسعة وستراحة نص ساعة ثلاثين دقيقة وراها مراجعة سريعة لما قرأته لنفس اليوم اليوم اش درست كلها مسجلها بورقة وقلت قرأت اليوم مثلا كذا 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 موضوع من كذا صفحة كذا صفحة كذا صفحة وسجلهم بدفتر ملاحظات مسودة اليك اللي هي هاي رح تكون من تسعة ونص للدعش ونص تراجع بيها امورك وتاليها تنام من 12 الثاني يوم بالسبعة تقعد هاي نموذج براحتك يعني كل هن نماذج شقدت طيتك نماذج وتسويلك فشي يناسبك لك لان كل واحد هي ليش نسميها فروق فردية اكو كل واحد اكو شاطر اكو ضعيف اكو متوسط اكو الواهس اكو مالواهس اكو يريد عدة فتقابليات معينة اكو عدة اهتمامات معينة فالتسوي باللي ناسبك بس اريدك اهم شي تهتم اولا بالمواد التي لم تكملها او تواجه صعوبة بها المواد اللي بعدك اصلا اكو طلاب يعني مثلا صادفة صار عدة ظروف وغاب من المدرسة تمرض او او فد مناسبات او كذا او صارت الاحداث اللي بالعراق وهاي وما قدروا يكملون بالمدرسة متى ما قدروا يكملون لمنهج فهي المفروض قبل ما تبدي بالمراجعة كلها المفروض تكمل ذني النقوصات تكمل الاشياء الممراجعهن المقاريهن اصلا المتعرفهن المفاتح المشايف لازم ذني اول مرة تقراهن وتضبطهن وترتبهن اوكي يلا تروح تسوي مراجعة يعني اكو مودة تأصلا مقاريهن ما يصير تقعد تراجع وتأصلا اكو شيء مقاريهن لازم تقرأ كل شيء بحيث التهاهية يسموه مراجعهن يعني انت شيء قاري وده تراجعه مو شيء تأول مرة تشوفه بحياتك هاي ما رح حصير مراجعة هاي رح حصير دراسة احنا ده نحكيس كل هاي مراجعة ترى لازم تقاريهن وخلي الدراسة متك على مراحل في حال ضجيت مليت تعبت عادي اترك عوف مو تضغط على روحك هي مو بالضغط ومو بالتعب هي صح المفروض اللي يريد من جده وجد ومن زرعه حصد اللي يريد لازم يتعب نفسه بس مو معناها انه تهلك روحك الترسخك يعني مسجل اليك اللي هو الله كاتب لك يا تشوفه بس ريدك تسعة وتجد وتشتهد بس بمقدار ما تأذي نفسك خلي على مراحل واني اريد منعتكم تخلي بجدولك من تنظمه حاول ان تنظم وقتك دراسة وترفيه انا اشجعك على الترفيه انا اقول لك رفه نفسك لا تضغط على نفسك لا يكون بس دراسة وهي هم حتى رسالة للآباء انه مو بس دراسة دراسة هذا الشي مو صحيح خلي يكون متنوعة اليوم ماته يكون متنوع دراسة قراءة قرآن استماع على فد معلومة مفيدة التواصل ويا الاخرين ترفيه مثلا بلعبة ما بيها مو ممنوع ما حد يقول ممنوع بس المفروض تقللها واذا اذا انت برغبتك تريد تتركها يكون افضل طبعا اذا افضل تركز بس على دروسك يكون افضل بس مو معناها اكو اكو طالب مقضيها هاي الفترة بس يلعب وعلى الغفلة تعال بس ادرس هاي صعبة ما ليش يطفر طفرة نوعية صعبة الراعي هذا الشي فانه يكون تدريجي لا يترك اللعب كلش ولا يبدو بالدراسة كلش يدرج ببيانات ممكن ان يكون الجدول متك متنوع كما في المدارس هاي ملاحظة مهمة تقدر يعني باليوم الواحد احنا مثلا اتفقنا خمسة ايام فجرة تكون مثلا انجليزي تقدر بطريقة اخرى انه باليوم الواحد على اعتبار مثلا باليوم الواحد يونت كامل تقدر بغير طريقة انه باليوم هذا تقرأ لك انشاء من الانجليزي وتقرأ لك فد موضوع من الرياضيات وتقرأ لك فد موضوع من العلوم قرأت ثلاث مواد باللي رايحك المهم انت بس من تقرأ هذا شي مواد بنفس اليوم لو لأ تقرأ مادة وحدة تضبط بيها شو فد المناسب لك سوي احنا بالنسبة لنا العام واخويا يعني هاي لا وين العام صارت سوانها متنوعة بالهو اللي ناسبة واللي رايحة بس خلي بالك ادرس على الاقل باليوم سبع ساعات وخليها متقطعة بها استراحات وقبل النوم يوم خطط الي قول باشر رايز اقرأ هيش وهيش وهيش حتى لو تمسوجه دول بس ذكر نفس قول باشر راح اقرأ من صفحة كذا صفحة كذا ماذا سوف تفعل وماذا سوف تدرس وتوكل على الله وخلي رغبة عدك بالدراسة وتحديد هدفك وطموحك قول انا ناوي ان شاء الله مية اناوي درجة كاملة اناوي على المتميزين اناوي على معدل عالي خلي هدفك وطموحك واحترم الوقت ساعة مثلا قلت ستة حقرة ساعة ثمانية اقطع لازم صدق تجي ساعة ستة وتبدي صدق تفتح كتابك وصدق ساعة ثمانية تقطع اه قوم روح استراح وارجع وارجع بالوقت المحدد اللي حطيت نفسك حتى تتلتزم به هاي ملاحظات اخرى من بعض الاساس ذا ناشرها انه يجب ان لا تقل ساعات القراءة عن سبع ساعات مثل ما قلنا تريد تكثر كل ما اكثر افضل وقسمت انه تقسم الايام الجدول المادة على المواد بشكل عام او حسب الحاجة كل مادة من الوقت بعد الحذف لان الحذف فتعدكم مواد يعني سنتلوخ هذا راح يتغير الحاج لان السلان محذوف فتعدكم مواد ويستطيع الطالب ان يزيد او ينقص في ايام دروس قلنا هاي سوالفنا بها انه تريد درس مسيطر على اسلام يتقول كاف عليها يوما بس مثلا اجتماع يتقول لانه مادة مطاولة فتريد لها اكثر مثلا سوالفنا بها و حسب حاشتك يا عزيزي وسيطرتك على المادة ويتجيب الالتزام بالوقت المحدد مثل ما اتفقنا لازم تسيطر على الوقت وتلتزم بي وتحترم بالجدول المرسوم اللي احنا سوالفنا به من اجل ضمان القراءة وتقطر جميع المواد يستحب قراءة القرآن على قدر المستطاع في كل يوم كأن تكون آية وحدة قراء لك ولو باليوم آية وحدة تقدر ستقول مثلا اتعاجز كلمة هاي الآية اللي هي أسهل آية وأكثر آية حلوة ومفيدة بسم الله الرحمن الرحيم هاي آية قرآنية لو باليوم اقراها سهلة هاي هاي تعتبر لك آية وإذا بعد إلك واهز هماتين أنت إلك أجر الثواب هماتين شيء حلو ومفيد زين هسا نجي على هذا نموذج قبل ما ننهي عندنا نموذج مقترح جدول مراجعة اللغة الإنجليزية للعام 2020 مطلوب معتكم بس أربع يونتات فسويتلكم هاي كفكرة أنه أنت شون رح تراجع للإنجليزي على اعتبار اختصاصي واردأ ساعدكم ب كم يوم فكرنا وخصصنا إلى خمسة أيام زين باليوم كل يوم شنو هاي المادة المقررة لليوم الواحد والمدة شقد أقرى له والتفاصيل بهذا اليوم ش رح يتضمن إجينا اليوم الأول رح أقرأ يونت 1 الوحدة الأولى أقرأها سبع ساعات بس قلنا قطعها مو تسبع ساعات تتجر على روحك لا يعني قلنا ساعتين 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 هاي ش تقرأ من ضمنها كيونت 1 شبيه بقواعد مثلا ما ال in on at وال in وعلى ماكن ال on مع الأسطح ال at مع الساعات والhome والسكول وهكذا تقرأ مثلا القطع ما الهان وفرح والويتر وهذا وسام عائلته تقرأ الانشاء ما ال unit 1 اللي هو ما ال اكتب عن نفسك وهو حفظه وضبطه هذا أهم واحد رح يجي إن شاء الله وتحل التمارين المهمات اللي بالكراسة واللي بالكتاب ما ال lesson 7 وتجعل املاء المفردات هماتين تضبط عليهم أوكي وعن يسويكم سلسلة من مراجعة مركزة ترجع لها على ما تستفاد من عدها زين اجينا الوحدة الثانية يعني اليوم الثاني اليوم الثور رح تقرأ أيضا 7 ساعات وقواعد وقطع وحل التمارين لأن إنشاء ما بهو اجيت على اليوم الثالث الوحدة الثالثة اليوم الثالثة اليوم الثري أيضا 7 ساعات تريد أكثر تريد أقل شوف ات حسب ذا أقول لك حسب المناسب إليك بس دعنا نتفق أنه أقل شي 7 ساعات نحن دعنا نتفق وما تقللها أكثر نحن أكثر تكثر وقت أوكي تقرأ بها القواعد والقطع وإنشاءات إنشاء الموجود هو بيها ما اليوم الثري ما الإيميل أوكي بيونت الرابع بيوم الرابع اليوم الثالثة وصلنا هو أصلا مراجعة الذني فأنت من رح تقرأ رح تراجعهم كلهم هو قليل هو أربع صفحات تراجعهم بس أهم شي بيه القطعة مع الماوس قطعة الفارة مهمة هم تراجعهم ذني بدربة كلهم رح تراجع سريعة رح يصير إلهن وتحل وزاريات أسئلة وزارية أنا حالها ترجع بتقدر تفوت إلى القناة وبالمراجع المركز المنزماتنا رح تأخذها من دار الأعراج منازم المرشد أيضا موجودة وهم رح أدزلكمها على التليجرام وكذا رح أرجع ونشركم إياها وتراجع ذني القطع والوزاريات والقواعد اليوم الأخير رح يصير مراجعة للمادة كلها شوف كم مردنا نراجع ودع نعيد المادة بأكملها الكتاب كل مو كتاب إحنا استفقنا لن أربع يونتات مطلوب عندكم للأربع يونتات كلها اللي هي من صفحة 1 صفحة 57 رح ترجع لها وأهم شي وياها الوزاريات تذني عن تراجع بهذا اليوم الأخير ترجع مراجعة سريعة بس تقلب من هذا أي عرف هذا ضابط بعضة زين اي 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 اوكي 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 اتذكرها يلا خلح الوزاريات تجي تمتحن وتختبر نفسك بنماذج الأسئلة الوزارية إذا مشتري الملزمة فرح تكون هي صفحة أسئلة وصفحة أجوبتها فتضم الأجوبة وحل الأسئلة التطلع لك ورقة واشتغل عليها في حال ما عندك هذه الملزمة فرح أنا نشر لك الأسئلة وأجوبتها فأنت استنسخة وخليها قدامك إنه نظم وقتك بالامتحان بالبكالوريا شكرا رح يطوك هما وقت رح يطوك ساعتين الامتحان فأتهم تجيب يامك ساعة ووقتها وقتها تضبطها بحيث ساعتين هي تمشي ساعتين تدق منبه تقولك حتى تعرف إنه انتهى الوقت فأنت كون ترتب تجيب الأسئلة وتمتحن بها نفسك وترقم وتحل هاي الأسئلة وتجيبوا إياها أسئلة وزارية وتجيبوا إياها تخيل نفسك قاعد بالامتحان تغير تخيل نفسك أنت بالامتحان يعني خصصلك مثل الرحلة خصصلك ميز خصصلك يعني منضدة مكان مخصص مرتب كأنما امتحان صدق وزاري بكالوريا ويمك قلم جاف تكتب بي اسمك صفك شعبتك ورقم الامتحان تخيل فهذا رقم الامتحان صح سما تعرف ترقمك وتاليها تذب القلم الجاف وتلزم القلم الرصاص وبالمكان المخصص ما السؤال الأول تحل السؤال الأول تقلو بالورقة السؤال الثاني تحل بي سؤال الثاني بفرعيه طبعا بالإنجليزي تجاوب على جميع السئلة وكل سؤال بيه فرعي أيوبي وبالفرعي الواحد أكو ست نقاط تجاوب خمسة ترك وحدة تتخيل امتحان تضبط نفسك والشي ما تعرفه هسه التركي وبعدين أرجع له تخيل يعني وقت التزم عم تتدرب على الوقت بالبكالوريوم يعني أكل لأنه يواجه معنا يقول أوه ملاحقت كذا لأنه ما مدرب نفسه أصلا دربت نفسك سوي لك دفتر خاص للمتحان أنت سوي ستقول مين أجيب دفتر بس حتى يعني ما يتزور بس أنت بالبيت أنت تقدر تستوي مو إلا هو نفس الدفتر مالبكالوري لا هي أوراق من فالدفتر عادي وكبسهم ما عندك عبسة عمهيتش بس المهم راتبهم بحيث أن يكون دفتر امتحاني كأنما ورما تكمل أكو أحد كبير يساعدك بالبيت خلي يصحح لك ماكو أحد أنت رحطيك الأجوبة وعلى أساسها باوع الأجوبة وماتي وباوع عجوبتك نفسها مشابه حط صح مختلفة حط روحك خطأ وتعلم شنو الصح أوكي يقولنا أضبط وقت تعلم إن شون تضبط وقتك خصوصا من توصل سؤال إن شاء أكو يتأخر بي بينما يذكر فتحت بهالحالة ما راح تتأخر أكو طلاب عدي يظل نص ساعة بس يكتمش يتفقوا يخلي وقت ويحسب النفس فعلى هالأساس دا يلحق بوقت قياسي وحبوكم في الله أحبتي إن شاء الله راح نزشر لكم هذا الملف عبارة عن ملف تنزلوه بالتليجرام وبالفيسبوك والجروب ورح حطيكم نموذج مفكرة وتقويم ترتبون بها حياتكم وتنظموها وأهدافكم الحلوة والوردة هاي لكم دا زيتها النموذج قلت لكم راح تلقو لو تدخل بالتليجرام بهاي القروب اللي هي تخصصات التدائي القناة أو تدخل على اللي هي قروبنا بالفيسبوك اللي هو إنجليزيا إنجليزيا ساتس بتدائي جديد الإنجليزيا معوال لكافة المراحل وأهم شي واللي يريد نسخة من الملزمة فرح يلقاها على الدار الأعراجي من هذا النموذج اللي يريد يتواصلوا يهم على الملزمة هاي الأرقام وأكو خدمة توصيل خرغم الظروف أكو خدمة توصيل دي أصلون ويتابعونا إن شاء الله كل يوم ساعة ثمانية دا راح ننشر لكم محاضرة ودرس جديد مناسب ومفيد لكم حافظوا على شعارنا ناجحون أوائل أبطال الإنجليزية مع أوائل إن شاء الله نلتقي وإنتوا حقا أبطال أستاذ وائل لديكم لا خوف عليكم إن شاء الله تعالى هاي أرقامنا وقص يعني عنا وإن اللي يريد تواصلوا إينا بمواقع التواصل الاجتماعي وإن شاء الله استفدتم هاياني هيااتني باي باي هذي المفكرة بس قبل ما ننهيها بس خلا شوفكم شكل المفكرة راح نشر لكم إياها حتى تنزلوها وتفيدكم حلوة طموحاتي وأهدافي وكذا بكل شهر وبكل هاي كلش حلوة وتناسبكم وتفيدكم هاي تطبعوها حتى تستفادون من عندها وخاصة بس الفين وعشرين يعني الغير سنة إن شاء الله هي كل سنة بسنتها نحاول ونوفر لكم إذا قدرنا إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفدوا جميع تحياتي لكم مع السلامة